بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رفع شأن الوالدين وأوجب على الأولاد برهما والإحسان إليهما وجعل ذلك من أحب الأعمال إليه عز وجل والصلاة والسلام على أفضل مبعوث للعالمين خاتم الأنبياء والموصلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد فإن من أفضل الأعمال وأعظمها شأنا عند الله عز وجل وأحبها إليه وأقربها إلى الجنة بره الوالدين والإحسان إليهما وهو يعد من الأعمال الصالحة التي ترفع درجات العبد في الدارين لما لهما من دور كبير في تنشئة الفرض فهما من أنجباه وتكفلاه بالحب ورعاية والتوجيه والإرشاد وهما من علماه فكان له خير قدوة ودليل وهما من غافقاه في مسيرته الصغيرة حتى ولج إلى حياة الكبار وأصبح راشدا له دوره ومكانته وأهميته ولعظم شأن الوالدين وفضلهما فقد أمرنا الله عز وجل في غير ما آية من القرآن الكريم ببغيهما والإحسان إليهما ورحمة بهما والعطف عليهما وجعله في المرتبة الثانية التي تلي حقه سبحانه وتعالى في التوحيد فقال جل وعلا في صورة الإصاء وقضى ربك أن لا تعبدوا إنا إياه وبالوالدين إحسانا وفي موضع آخر من القرآن الكريم ورد هذا الأمر مقرونا بالأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به وذلك ظاهر في قوله عز وجل في صورة النساء وعبدوا الله ولا تشريكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ونهى عن إذايتهما بقول أو فعل ولو كان بالتأفف وبروا الوالدين والإحسان إليهما له صور كثيرة ومتعددة نذكر منها ما يلي أولا بيعهما والإحسان إليهما في حياتهما وذلك يكون بحسن معاشرتهما واحترامهما وطاعتهما فيما يغضي الله عز وجل وحسن الطاعة لهما وتلبية احتياجاتهما بالإنفاق عليهما ومخاطباتهما بقول لين ولطيف وعدم نهرهما تثال لقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولي للجناح والتواضع لهما والشفقة وغحمة بهما والتدلل لهما تدلل غعية للأمير والعبيد بالسادة لقول الله عز وجل واخفر اللهما جناح الذل من الرحمة وكذلك تثال أمرهما وعدم التعرض لسبهما أو عقهما فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف وبذلك وردت السنة الثابتة ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم رجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم رجل والديه قال نعم يصب رجل أبا رجلي فيصب أباه ويصب أمه فيصب أمه ثانيا برهما والإحسان إليهما بعد مماتهما فالإحسان إليهما لا يكون في حياتهما فقط من يمتد إلى ما بعد وفاتهما وذلك يكون بالترحم عليهما والدعاء لهما بالمغفرة والصلاة عليهما والاستغفار لهما والعمل على إنفاد ما أوصيا به والوفاء بعهدهما وإكرام صديقهما والتصدق عنهما كبر الوالدين والإحسان إليهما عموما يتضمن الأقوال والأفعال والحركات والسكنات فبه تنال غاحة ويتحقق الأنس واللذة القلبية فهو جنة الدنيا وهو جهاد ومجاهدة وأكثر من ذلك فهو سبب في دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غرم أنفه غرم أنفه غرم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدعك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة حديث رواه الإمام مسلم فالسعيد السعيد من يبادر اغتنام فرصة بغ والديه لألا يفوته بموتهما فيندم على ذلك والشقي الشقي من عقهما فاللهم من كان حيا من آبائنا وأمهاتنا فمتعه بالصحة والعافية وفرج همه وعمه ومن كان ميسا فاغفر له ورحمه واجعل قبعه عودة من غياد الجنة ترجمة نانسي قنقر